اشتركوا في القناة تراجع المريخ بدأ يصبح ملموس اثاره رح يبدأ التراجع يوم 9-9 رح يبدأ في تمام الساعة 10-21 دقيقة مساء اي بتوقيت الاردن في تمام الساعة 12-21 دقيقة بعد منتصف ليل 10-9 رح يستمر في التراجع حتى مساء يوم 13-11 اي قرابة الثلاث شهور يعني هاي هيك امتى بدو يبدأ امتى بدو ينتهي الان انا سمعت كثير من اللغط في امور لها علاقة بتوقعات التراجع كثير من الناس اللي عندها معلومات عن علم الفلك او بتحاول انها تدخل معلوماتها او اجتهاداتها او اقتراحاتها او مشاعرها او ما بعرف كيف بفكروا همي او شو بشتغلوه المهم انه المريخ بما انه في الحمل وهذا كوكب برج الحمل يعني بطاقته الايجابية الكاملة ورح يعطي اشياء مفرحة وما رح يصير منتحس لما بصير يتراجع وانه الاحداث ما بتخوف وبالعكس فيها ايجابية لانه في بيت شرفه اه في بيته والكلام هذا كل يتوب اه حرين ما بعرف انا يمكن سهوا عن بعض الامور ممكن ما ادركوا بعض الامور ممكن ما فكروا في بعض الامور ممكن ما عندهم معلومات عن بعض الامور ولكن اه بتطلب انه ما اعمل الفيديو هذا كان من خلال التوقعات اليومية اللي احنا من نزلها اني انا انزلها لحالها يعني انزلها كفيديو لحال منفصل عشان نشرح بادق تفاصيل المريخ تراجع المريخ بالحمل تحديدا وايش الاشياء المتوقعة للابراج وتأثيراتها على الابراج وتأثيراتها حتى على الحياة حولنا ايش 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 اول شي المريخ الآن موجود في الحمل برجه من المفروض هو حركة امامية يعطي طاقة ايجابية لموليد برج الحمل لانه عادة هو لما بنتقل من برج لبرج يكون في تحذيرات لكل الابراج يعني احذروا منظرنا نقول احذروا احذروا ان كان موجود بالحوت ولا كان موجود بالدلو ولا كان موجود بالجدي ولا باي برج دائما لما المريخ يدخل منقول احذروا احذروا التصرع احذروا العصبية احذروا ردات الفعل احذروا المشاكل احذروا في السفر احذروا حذر تحذير دائما بتيجي عمرها ما اجت ولا في دخوله لاي برج انه هذا الاشي رح يعطيك اشي ايجابي ليش لانه هذا كوكب له علاقة بالاندفاع له علاقة بالتهور له علاقة بالعصبية له علاقة بالمشاكل له علاقة بالخلافات له علاقة بالنيران له علاقة بالمعدن هاي شغلات رح ندخللها بس أنا بدي أعطي نبدأ عشان تفهموا يعني الصورة العامة لما بنحكي عن كوكب يعني شوي بتكون الأمور علمية مش أمور بس على هواي أنا بس أني بدي ألطف الأجواء ما فيها تلطيف أجواء هاي أنت بتحكي قاعد يعني عن شيء رح يأثر سلبيا على الناس ليش ألطف الأجواء يعني أخدعهم عشان تيجي الضربة جامدة وما يكونوش وعيين للأمور لا وأضيفتي أني أنا أعطي تنبيهات تنبيهات إن كان إيجابية كيف تستغلها وإذا سلبية كيف أنت تحتاط منها طيب عشان نظن نحن في صلب الموضوع ما نتشعبش الآن هو بما أنه موجود في برج ناري وهذا البرج يعني كوكبه زي ما بيحكوا هم البرج هذا بالأساس له علاقة بإيش بالجوش بالقرارات بالقيادات بالعسكر بالحكام يعني بالأشياء العنيفة يعني بالأشياء اللي إلها سلطة وإدارة الآن لما بيدخل المريخ على هذا البرج من المفروض أنه يعزز هاي الأمور إيجابياً أو سلبياً على حسب حضوط حسب حضوط البرج وحسب ارتباط البرج معه ماشي؟ طيب دخل على الحمل أول شغلة بدي يعملها في الحمل دائماً في التحذرات حتى لو كان بمسير أمامي منقول لهم بديهم يضبطوا أعصابهم أو أضبطوا أعصابكم أثناء التعامل مع الغير لأنه عندكو استعداد للتصرفات متسرعة ارجعوا لكل توقعاتي المكتوبة أو اللي مسجل فيديو بتلاقوني بحكي نفس العبارة هاي في كل برج في كل برج بيكون موجود فيه بنقول له بدك تتعامل مع هاي الأمور ليش؟ لأنه طبيعته هيك طيب الآن دخل على الحمل بدخوله على الحمل شكل زوايا سلبية مع أخطر ثلاث كواكب موجودة بالجدي مع زحل مع المشتري مع بلوتو وهو الأهم يعني بلوتو تحديداً هو الأهم في زوايا الفلكية طيب شكل زاوية التربيع زاوية التربيع هاي هي زاوية سلبية يعني هو سلبي وشكل زاوية سلبية كمان معه معناته هاي أعطنا كمان فرصة للسلبية إنه زاد بزيادة طيب مشه بحركة أمامية الآن بعد الحركة الأمامية هاي إله تراجع اللي هو تراجع اللي إحنا ذكرناه التراجع مش إنه هو الكوكب بصير يرجع لورا هي الهيئة الفلكية بتصير أسرع منه هو بتباطأ بسرعته فبتصير الهيئة الفلكية أسرع منه فعشان هيك هو بيظهر للعيان أنه برجع لورا هو فعليا ما برجع لورا هو بطيء بالحركة وكل الكواكب الثانية أسرع منه فعشان هيك يهيئ أنه بتراجع بس هو مساره بيكون بطيء جدا هذا التراجع اللي بده يصير هو بطبيعة الحال على أي برج أو على أي كوكب موجود في شو مكان إيش مكان اسمه حتى لو كانت الزهرة نفسها اللي هي كوكب السعد الأصغر تتراجع على طول خط تفقد حضوضها طاقتها وبتصير تعمل شوية عركسة على الأمور عطارد نفس الإشي زحل مشتري كلها لما تبدأ تتراجع بتفقد حضوضها تماما طيب فقدت حضوضها هو منتحس وفقد حضوضه اللي أساسا مش موجودة شو بدي يصير طب هاي صار فيه نحس معناته في الموضوع صار فيه إشي خطير بده شكله هو في الفرد ترى هاي طيب نرجع هسا بس عشان ذكرنا زاوية بلوتو لما صارت زاوية بلوتو على طول الخط كثرة الحرائق والتفجيرات وصار فيه أعمال العنف وتهديدات وارتفتعت وتيرة التهديدات بالحرب وصار فيه تحركات سياسية أو عسكرية أو إشي منسميه إحنا العظ على الأصابع فيه إشي له علاقة بالسياسة ترك الزاوية إله أكم يوم خفت الزاوية هاي بلشت الأمور تتراجع طيب الآن لما بده يرجع المريخ بالتراجع معناته بده يرجع يشكل الزاوية هاي مرة ثانية مع بلوتو ومع زحل ومع المشتري اقتصاد ووضع نفسي وسياسي معناته أنا في عندي لسه أحداث رح تيجي أصعب من اللي صارته بحركة أمامية يعني إذا كانت التفجير المرفأ تاع لبنان أجا وهو في حركة أمامية وهو إله علاقة بالتفجيرات فما بالك هو بتراجع معناته في عندي حدث عنيف أنا رح يصير في فترة التراجع طيب الآن بعد ما يخلص تراجع وينهي خلصنا التراجع ماشي بده يرجع للحركة الأمامية رح يرجع يشكل نفس الزاوية هاي كمان مرة يعني بمعنى أنا عندي تشكلين للزوايا الخطيرة هاي في خلال فترة الثلاث شهور اللي رح يصير فيها عملية التراجع وبعديها الحركة الأمامية يعني في عندي أحداث أنا رح تيجي معي لغاية شهر 11 ومن شهر 11 لغاية انتقاله من الحمل رح تتشكل كمان الزاوية كمان مرة هاي حطينا أول بند فاللي بيجي بقولك إنه لا أجواء وإيجابية ومش عارف إيش قلوا ماشي عطيني ليش الناس بما إنه الحمل إلو علاقة بالرأس ماشي هذا مش أنا بقوله هذا كل علماء الفلك بقوله إنه نقطة ضعف الحمل الرأس ماشي والآن المريخ موجود وشكل مع الزهرة قلنا في فيديو من الفيديوهات إنه اللي بيعانوا من تساقط الشعر والضعف الجنسي ومشاكل الصداع أو الشقيقة أو شد الرقبة أو العنق اللي بيجوا بأشياء بأحداث مفاجئة إلها علاقة بهاي الزاوية ما بين المريخ وما بين الزهرة تواجد المريخ في الحمل أثار النقطة هاي عند الأشخاص اللي عندهم قابلية للمرض حتى الضغط والجلطات الدماغية الآن لما بدوا يتراجع هاي الشغلة برضو رح تكون موجودة مرة ثانية ولكن رح تيجي بحالات أعنف عشان هيك اللي عندهم قابلية لهاي الأشياء بدهم يحتاطوا بمراجعة طبيبهم بأخذها حتى لو حبت أسبرين من أسبوع كل أسبوع حبة اللي ما بيأخذوا أسبرين يعني اللي عندهم سمنة أو عندهم نصاحة أو عرضة للجلطات لو كل أسبوع أخذت حبة أسبرين أنت عشان تعمل تميع بسيط بالدم على أساس أنه أنت تحمي نفسك من أشياء لها علاقة بهاي الأمور طيب نيجي هسا حكينا عن التراجع وأنه التراجع سلبي حتى لو كان في الحمل وخلصناها طيب الآن التراجع هذا تأثيره علينا كلنا إيش هو الآن ما رح نذكره لما بتراجع المريخ تلقائيا في أي برج دائما منقول هاي العبارة يعني هي جملة طويلة هيك دائما منشرحها ومننبه الناس عليها ما بتتغير ما بتتزوج ما بت يعني منغيرهاش لأنها هاي صيغة ثابتة فعشان لأنه علم ثابت فما بتتغير الصفة هاي أول إشي منقول أنه دائما لما بيبدأ التراجع هاي بالفترة هاي بدك تكون أكثر صبر وفي نفس اللحظة ما تعصب تمسك حدية طباعك مهما كانت الظروف ما تتخذ قرارات هاي واحد اثنين نترك الأمور أنها تأخذ مجرياتها يعني أي أمر خليه يمشي بطبيعته بحريته لحاله عشان نشوف لون بتصل الأمور وبدون ما أنت تساهم بأي تعديلات بالفترة هاي لأنه ممكن إذا أبديت أي تعديل بالفترة هاي على الأغلب رح تصاب بالإحباط فعشان هيك تبادرش بأي شيء اترك الأمور لحالها بتيجي بطبيعتها يعني لأنه في أشياء رح يشكلها أنه رح يعمل لك عقبات بالطريق بتمنع من تحقيق الفرص هاي وما بتيحلنا فرصة لتحقيق مطامحنا في فترة تراجع المريخ لازم أنه نبتعد عن أي إشي العلاقة بالمنافسة والمواجهة والنقاش الحاد مهما كانت الظروف وبما إنه المريخ نفسه بيتحكم في أمور إلها علاقة بالنار والآلات الحادة والميكانيكيات فعشان هيك الفترة هاي نقول لكو هاد في برج ناري موجود بدكوا تتفحصوا أي شيء له علاقة بالماكنات والميكانيك والأشياء هاي لأنه فيه قابلية للأعطال بشكل كبير وإذا كنا ناويين شراء آلة أو ماكنا بدنا نشدد على الحصول على كفالة سارية المفعول ونتفقدها من كل صغيرة وكبيرة كمان بما إنه إلي علاقة بالنيران فهنا على طول الخطم نقول إيش ديروا بالكم من الحرائق وأي إشي إليه علاقة بفرن الغاز بالموقد بدكوا تتفقدوه بشكل جيد من تسريبات غاز أو أمور إلها علاقة بأخطار ممكن تأدي للحرائق وبرضو بما إنه المريخ هو كوكب الطاقة والجنس فهاي الفترة على طول الخط راح نروح على الطاقة معناته اللي بلعبوا رياضة منشوف إنه بلشوا يبعدوا عن الرياضة بتقل بتتراجع رغبتهم في ممارسة الرياضة أو الإقبال على تمارينهم والأشخاص اللي عندهم ضعف جنسي خاصة إذا كان عندهم استعداد لهذا الإشي ممكن تزيد بالفترة هاي طاقتهم أو رغبتهم أو قدر يعني القدرات عندهم تضعف هاي إليها علاقة برضو بالتراجع طيب الآن حكينا عن التراجع وحكينا عن آثاره العام إيشي وبما أنه قلنا برضو أنه هو راح يشكلها مع بلوته معناته أحداث النيران والأمور اللي لها علاقة بالتفجيرات والعنف والأشياء هاي متوقع بالفترة القادمة نأمل إنه ما يصيرش ولا أي إشي من اللي أنا بقوله ولكن هذا علم لازم أحكي بصيغته والآن الغيب لا يعلم فيه إلا الله والقدرات والأشياء هاي واللي محتمل إنها تصير بإيد الله عز وجل هو اللي بإيده إنه هو يعمل الأمر أو يقول له كن فيكون بإيده إنه هو يلطف بالعباد وما يصير ماشي ولكن أنا علي أنقول إنه هذا الحدث دائما بصير هيك دائما بتصير هيك ممكن الثاني ما تصير هيك الله أعلم الآن طيب تأثراته على الأبراج يعني كل برج إيش أهم إشي لازم أنا أحذره يعني إيش أكثر شي لازم ينتبه منه موليد الأبراج بالفترة هاي وخصوصا من هذا التراجع أول إيش الحمل بدهم يضبطوا أعصابهم أثناء التعامل مع الغير لأنه عندهم استعداد التصرفات متسرع إصدار قرارات العصبية الحدية الاندفاع والتهور والدولة بدهم يكونوا منتبهين من هاي المسال برج الثور بدهم يحذروا من تآمر أشخاص عليهم من وراء الكواليس وبرضو بحذر من الدخول في أي أمر إلو علاقة بالأمور الغيبية ما تحاول تخوض أو تجرب إنه والله بدأ أجرب هاي الشغلة بدأ أجربها بتخوف يش مش عارف إيش ابعد عن الأمور الغيبية نهائيا بالفترة هاي وخصوصا إذا ما كنت أنت شخص متمرس أي اتنين لعداء أهمش الخفيين بدكوا تنتبههم منهم الناس اللي بتتآمر عليكم بتتلسن عليكم بتتقول عليكم بدكوا تنتبهوا لبعض التقلبات الصحية طيب بالنسبة للجوزاء بدهم يمتنعوا عن مواجهة أو عن فرض السيطرة على الأصدقاء أو على المعارف أو المواجهة زي ما حكينا اللي هي حدية وعصبية ومشاكل السرطان بدهم يتجنبوا الدخول في مواجهة مع المسؤولين في مجال العمل لأنه هاي بتفتح خلافات على مكان العمل وعلاقتهم مع المسؤولين وزملائهم ومشاكل وممكن توصل لأنك تترك عملك الأسد بدهم يحذروا من السفر أو في السفر البعيد وخصوصا طيران أو أمور لها علاقة بالسيارة وبدهم يتجنبوا أي أمر العلاقة بالقضايا القضائية وبدهم ينتبهوا عن تقديم الامتحانات في الجامعات أو عن خلافات ومشاكل لها علاقة بالجامعة مع زملاء مع رؤساءهم مع معلمينهم مع مين مكان يعني هذول النقاط اللي بدهم يحذروا فيها وبرضو مع علاقتهم مع الأشخاص الأجانب أو اللي خارج البلاد العذراء بدهم يحذروا من أي شراكة مالية بالفترة هاي ابعدوا عن الشراكات المالية ودرسوها وابحثوا فيها وما تتعاملوا مع المسألة إنها هي أنتوا أذكياء بتقدروا أنكوا تتجاوزوا المرحلة وهذا أنتوا حرين الميزان في أمور لها علاقة مشاكلهم تيجي في الشراكة العاطفية والمالية يعني ما بينهم وبين شركاء المال ما بينهم وبين الأزواج بدهم يحذروا من أي خلافات أو تصعيد الخلافات أو المشاحنات أو النقاشات اللي ممكن تأدي للمواضيع إنها تكبر زيادة عن اللزوم العقرب مشاكلهم بتكون كلها في مكان العمل خاصة في أثناء تعملهم مع زملائهم أو رؤساهم وبدهم يمتنعوا عن رفع أشياء ثقيلة عن الأرض أو حاجيات ثقيلة عن الأرض لأن أسفل الظهر عندهم في قابلية للإصابات أو قابلية للأذى أو الألم خصوصا منطقة الظهر يعني القوس بدهم يضبطوا أعصابهم أثناء التعامل مع أحباهم مع الحبيب مع الأبناء مع الوالدين بالأمور العاطفية بالهوايات بالمغامرات كلها هاي بدها ضبط أعصاب لأن الفترة هاي أنت بتدخل في فترة بتفقد السيطرة على حالك لدرجة أنه بتتخذ قرارات صادمة وقاسية وما بتكون لصالحك فعشان هيك بدك تنتبه من هاي الأمور أما بالنسبة للجدي بدهم يتجنبوا مواجهة مع أفراد العائلة لأنه مشاكلهم كلها إلها علاقة بالبيت وهم أكثر ناس بدهم ينتبهوا من أمور إلها علاقة بالنيران والأضوات الحادة لأنه هذا بيت البيت فعشان هيك بدك تكونوا حاذرين من هاي الأمور بشكل كبير خلافات نقاشات عائلية أو حوارات ممكن تصل لمرحلة أنه تفقدوا السيطرة وممكن تشكلوا نوع من أنواع الأذية أما بالنسبة لبرج الدلو بدهم يحذروا في السفر داخل المدن اللي هو السفر القصير والتنقلات بالسيارات بين المدن وعلى الشوارع يعني من الحوادث أو من أشياء مفاجئة ممكن تجيهم برضو من خلال حركتهم الحركة اليومية لهم ممكن أشياء لها علاقة بالإصابات أو لها علاقة بالجروح أو بالأشياء هاي فبتكونوا حاذرين من هاي الأمور وبتكونوا تتجنبوا المواجهات مع أخ أوجر أما بالنسبة لبرج الحوت كل الضغوط راح تتركز على الأمور المالية ضغوطات مالية ومصاريف زيادة بالأمور المالية وممكن تصل أنت لمرحلة التبذير وانت مش منتبه ورغباتك بتتجه لصرف الفلوس بشكل يعني أنت بتقدرش تتحكم فيه فعشان هيك يحاول أنت اللي تتحكم فيه من البداية يعني تلزم حالك إما بجمعية أو تلزم حالك بأمور الدخار أو شخص بتثق فيه أو أشياء وديعة أو أمور من هاي الأمور ولكن عشان تحكم المصاريف أعتقد أني أنا هيك غطيت كل المعلومات عن تراجع المريخ بما يعني بطريقة مبسطة علمية سهلة بدون ما أنه نكبر الأمور بدون ما نضخم الأمور بدون أي تحذيرات إلك تأخذ فيها إلك ما تأخذ فيها مش إني أنا بدي أعطيك بس السلبية أو بدي أعطيك الأثار السلبية هو سلبي يعني هو ما إلو أي إشي إيجابي ما رح يشكل زوايا تكون إيجابية فعشان هيك بدكوا تكونوا حذرين من الأمور هاي لسه إحنا ما دخلنا في مرحلة إنه في آخر درجاته وفي التراجع بدون يدخل على الميزان بدون يصير مقابلة ما بين الشمس وما بين المريخ وهذا إلو بالقيادات الشمس وهاي إلها بالنيران وفترة المقابلة هاي شو رح يصير يعني إحنا حكينا عن زاوية التربيع بس في زوايا كثير رح تتشكل مش سهلة وهاي الأمور أنا حكيتها في توقعات السنة يعني أنا ما ألفتها أنه جديد أنا حكيتها تلميحا وليس تصريحا لأنه أنا ما بقدر إني أنا أصرح في اللي أنا بعرفه من الزوايا هاي وتأثيرها على الدول وتأثيرها على الناس والقرارات ولكن إجمالا الإشي اللي قادم إشي صادم ومفاجئ جدا غير متوقع ولكن الأغلب رح تنتبهوا لأمور إلها علاقة بالحرائق إلها علاقة بالنيران إلها علاقة بالتفجيرات إلها علاقة بالاغتيالات إلها علاقة بقرارات متفردة من بعض القادة بدون الاكترات لمشاعر الأمم يعني الله يستر من اللي جاي هيك من كنتهينا من شرح المريخ والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة